حباب القلب بسم الله والصلاة والسلام على رسولي وحبيبي وشفيعي وملهم وقائد الأول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خير من سار على هذه الأرض وخير من سيبعث منها ويبقى السؤال دائما الأهم والسؤال الترند وأهم سؤال في التاريخ أستاذي بدي جدول أستاذي هل بقدر أنجز معاك أستاذي أنت بتعرف أنه في الأسبوع الأول والثاني آلاف الطلاب في المدارس بتسجل إحنا طلاب جداد كيف ممكن ننجز ونلحقكم وقديش أدرس باليوم وكذا وكذا إلى آخر يوم بداية قبل ما أطلق هذا الجدول وأنا بعتبره الأهم من بين الجداول كلياتها ثلاث أمور يا حبيب القلب لازم تستوعبهم ثلاث أمور أولاً كلمة إنك تلحقنا لا تعني إنك لازم تخلص بسرعة وتشلفك ما بهمني أبداً 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 النقطة الثانية لا يعني إنه فلان شخص واصل معاي حصة بحصة إنك لازم تسير هالسعيات هلا يا جماعة لازم تسير واصلنا عنده لا تقارن إنجازك بإنجاز غيرك أبداً فكون شخص واثق ومركز في إنجازه النقطة الثالثة وهي الأهم طلابي طالباتي افرض إحنا ختمنا المستوى الثالث في هذا اليوم لا يعني إنه جميع الطلاب رخ تختم بنفس اليوم أستاذي سؤال إنتو وين واصلين؟ سؤالي أنا وين واصل ولا الطلاب وين واصلي؟ أنا ممكن خلال أسبوع أنا أزل لك المستوى الثالث كامل وأقول لك يلا إنجز أروح بالعكس في حصص منظمة من أستاذي والطلاب بتمشي في ناس بتسير معها بعد الظروف بتتأخر في ناس اليوم حتبدأ عشان هيك أرجوكم كل طلاب المملكة وطالبات في كل مكان يا جماعة أولا على بركة الله أعلن إطلاق يا جماعة الباكيجات في كل مكتبات المملكة بالتعاون مع كل مكتبات المملكة من الشمال إلى الجنوب هاي الباكيجات يا جماعة الخير متوفرة في المكتبة اللي هي الدوسية وعندك موجود اللي هو البوستر تبعنا بوستر فوج الإبداع وعندك المقلمة وعندك المق وعندك الهايلايتر مع الدوسية مع البطاقة تقدر تخدها يا جماعة بسعر خمسين دينار هذا بالتعاون حملة بيني وبين كل مكتبات المملكة وشريك النجاح هاي الحملة ابتدأت من اليوم تقدروا تروحوا على كل المكاتب وتاخدوا مين الباكيج اسأل عن باكيج الأستاذ سامر طيب أستاذي اليوم أنا إجيتك وين فتلك جو المادة اليوم بدنا نحكي عن السيناريو طالب بده يبدأ من اليوم واليوم شو معنى اليوم هو الأربعاء خمستاش تسعة تخيل الأربعاء خمستاش تسعة أستاذي هاي المادة سيبق من النبدة سيبق من المقدمة سيبق من التأسيس هون الجداول سيبق من جدول شهر سبعة وجدول شهر تمانية والمقدمة والملاحظة وقبل الإطلاق باجي يا جماعة على الدرس الأول هو النهايات الكسرية هس فيه اختلاف صغير وبسيط أنه أول تلتي دروس ترتيبهم في الكتاب النهاية من الرسم النظريات النهاية من الكسرية أنا مبلش من النهايات الكسرية ثم الرسم ثم النظريات ترتيب يا جماعة بيخصني أنا لكن بدي إياك تمشي على ترتيبي أنا تعالوا يا جماعة نفترض الدرس الأول اللي هو أطول درس نوعا ما مكون من واحد اثنين وعندك ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وعندك ثمانية ولسه كل موضوع جواته أجزاء تخيلوا بداية مشاء الله بس امشوا معاي خبري صحباتك يا جماعة أنتوا اللي بتخبروا أنتوا اللي موجودين في المدارس خبروا أنه هاي ينزل جدول نبدأ معه ابدأوا يوم الأربعة هس رح أعطيك حالة إنه طب لو بلش الخميس طب لو بلش الجدول أنا إنسان ما بفقد الأمل أبدا دائما بعطيك جدول طب سؤالي يا جماعة أنا بدي إياك كل يوم كل يوم تدرس جزئين تخيل جزئين يعني هدول خمستاش تسعة يوم الأربعة هدول يوم الخميس ستاش تسعة هس دير بالك إحنا بلشنا الآن آه وما فقدنا الأمل آه بس لازم نعرف إنه تعبنا لازم يكون مضاعف لازم يكون مضاعف يا جماعة بس يوم الجمعة بدي إياك تدرس ثلاث أجزاء هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاث اتفقنا معناته هون بلشنا الأربعة هاي خمستاش تسعة هون ستاش تسعة وهذا الجمعة سبعتاش تسعة هس يوم السبت يا جماعة الخير اللي هو تمنتاش تسعة يوم السبت أف خدوا أف ما بديه يوم السبت أف هس طلعوا يا جماعة دور جيكم شغلي ها هاي أنا وياكم بدنا نفتح على الكالندر هاينا بشهر تسعة يا جماعة الخير أخدنا يوم سبعتاش تسعة وعندك تمنتاش تسعة اللي هو يوم السبت أف خصا بدرجع من تسعتاش تسعة طيب ها كمل معاي بس إذا أعطيتك أف يوم السبت شو بترد تسوي؟ بترد تثبت أفكارك يا جماعة الخير هس يوم الأحد بتروح يا جماعة بتدروس مين؟ جزئين طبعا هون الجزئين هاي هون هاي الجزء الثامن وحلول التمارين خلاص يعطيك العافية هاد اليوم مين؟ الأحد اللي هو بيجو وين على الكالندر يا جماعة الخير؟ تسعتاش الشهر اللي هو تسعتاش تسعة اتفقنا جزئين يا جماعة جزئين مدة جزء ثلاثين خمس ثلاثين أربعين دقيل يعني جزئين جماعة ساعة ونصر يا ضيات باليوم وعندك السبت دائما أف السبت دائما استغله أف طبعا عيني الغاص خلصنا؟ تمام امشي معاي بس سيبك هسا سامر بيكون ماشي بالمادة وبينزل سيبك يا رجل خليك معاي هسا بيجي الطالب بيفتع على هذا الجزء طلع بده يكمل مظبوط ولا لا؟ بيقول لي مظبوط استان طيب هاي اطلع ها بكمل هسا بديروه على يوم مين؟ الاثنين مظبوط ولا لا؟ هسا عندك يوم الاثنين اللي بيجي اشرين تسعة طيب هاي عندك جزئين هدول عشرين تسعة وهي جزئين واحد وعشرين تسعة وهي جزئين اثنين وعشرين تسعة تمام؟ فبيجي بيقول لي ممتاز طبعا اثنين وعشرين تسعة يا جماعة الخير هايوا على الكريندر بيجي يوم الاربعة هسا عندك الخميس تلاتة وعشرين تسعة بدرس هذا الجزء وجزء من كرت سارة ودانة طبعا يا جماعة كلمة كرت او حصة ابداع هو سر انجازنا وسعادتنا تمام؟ سر انجازنا وسعادتنا ليش؟ لانه هاي الكروت عبارة عن مراجعات فبيدرس مع الجزء الاول من هون طب يعطيكنا عافية دقيقة احنا وين صرنا يا جماعة الخير؟ 22 تسعة صح؟ طيب هسا عندك ثلاثة وعشرين تسعة ايو الجزء الثاني والثالث هاي ثلاثة وعشرين تسعة اللي هو بيجي يوم الخميس ولا اللي يدخل في سامر ولا اللي يدخل شو بنزل وشو ما بنزل ما ليش دخل انا ماشي على انجازي انا طيب دقيقة يا جماعة هسا روحنا وين عن نهاية الجزء هسا ايجا يوم مين الجمعة صح؟ بقول لي الطالب صح هسا يوم الجمعة انا وياك اتفقنا طلعوا يا جماعة كيف الموضوع ما تدروس اتفقنا الجمعة فقط ندروس واحد اثنين ثلاث هذا بيجي على التاريخ يوم الجمعة يا جماعة اللي هو 24 تسعة ثم السبت 25 تسعة قف يا رب انه ينتشر في كل المملكة يا رب انكم تخبروا الناس اتفقنا هاي قاعد انا بمشي على انجازي انا طيب يوم السبت 25 ما نتوح نبلش من مين هسا من 26 تسعة اللي هو يوم الاحد طيب ها هاي روحنا طلعنا طلع ولا الي دخل فيهم بروح وين على يوم الاحد اللي هو 26 بدرس الجزئين هدول يسعد الله وموري فوق الريح هدول يوم الاحد 26 تسعة هسا يا جماعة الخير بروح وين على نهايات اكبر عدد صحيح هذا يا جماعة جزء اعتقد جوة المادة هسا بشوفه هون شابك طلعوا هاي هذا مع المتشعب اه جزء وهون اربع اجزاء معناته يا جماعة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 28 تسعة اذا هون انا بحضر 28 تسعة هون طلعوا هون عندي انا جزء جزء اه جزء اسف وهي جزء هاي جزئين وهدول جزئين بكونوا مخلصهم يوم 28 تسعة الخميس تمام يوم الثلاث اسف 28 تسعة هون انا بـ 28 تسعة عم بحضر كل يوم جزئين ويوم الجمعة ثلاث أجزاء والجمعة والسبت اوف يا جماعة طيب دقيقة معناته انا لما اجي اطلع هون وصلت لما يسمى يا جماعة بحصة الداع طلعوا وصلت لحصة الداع هسا حصة الداع لاحظوا انا عندي الاربع 29 وعندي الخميس 30 هسا هدول قديش يا جماعة جزئين صاح هذول بحضرهم بـ 28 تسعة وهدول بحضرهم يا جماعة بـ 29 تسعة بيجي يوم أربعة طب أموري طيبة خلصنا يا جماعة هسا بروح وين على الرسم أي هسا درسي الرسم يا جماعة وصلت انا لأي يوم طلعوا خمس أجزاء صح وصلت ليوم يا جماعة الخير اللي هو الجمعة هسا انا وين بـ 39 صح 39 اللي هو أي يوم يا جماعة الخير اللي هو يوم الخميس طب دقيقة هسا معناته رح أروح وين ليوم الجمعة اللي هو 11 هسا يا جماعة عادي أنا نطيت يوم نسيت يوم هسا هذا هاي واحد اثنين هاي ثلاثة هاي واحد عشرة هسا يوم السبت كمان مرة يا جماعة 12 اوف هسا بيجي الطالب بيغض النظر يا جماعة هذا مش قرآن يعني مش إشي ثابت عادي خليك مرن خليك تستوعب وخليك تتحرك فيه زي ما بدك بيجي طالب ويقول لي يا أبو السمر طب افرض أنا همت عالي والسبت ما بدي أخد اوف وبدي أنجز إذا ما حقك افرض السب بديك تراجع فيه افرض اليوم اللي قبله صار معاك ظرفي طريت إنك تدرس السب أربع أجزاء اتحرك زي ما بدك لكن امشي باللي بدي اياه اتفقنا فالسبت 12 اوف هسا برجع يا جماعة الرابع والخامس محضرهم يوم 13 تخيل كيف ماشي أنا على إنجازي وما ليش دخل سامر وين ماشي طب دقيقة خلصنا خلصنا بروح وين على الدرس الثالث اللي هو النظريات كم جزء يا جماعة ثلاث أجزاء صح وصلنا 13 13 اللي هو يوم الأحد مظبوط لأنه السبت اوف فيوم الأحد يا جماعة الخير يوم الأحد هاي الأول والثاني هذا الأحد اللي هو مين يا جماعة الخير 13 هسه يا جماعة 14 بحل الجزء الثالث مع التمالين هاي 14 بدك جدول أكثر من هيك نفصل ولا تشوف فتلك جوه المادة ما ضلش طيب هسه بروح يا جماعة الخير وين على 15 ها وبعيده بزيد ما إلك علاقة الطلاب وين واصله ركز أنت في إنجازك هسه 15 يا جماعة بيجي يوم الثلاثاء هذول 15 الثلاثاء هدول 16 اللي هو الأربعة ويعطيك العافية هسه بتيجي على الخميس اللي هو 17 هسه الخميس 17 تخيلوا يا جماعة هون الصناعي ملوش مصلحة في النهايات المثلثية بفوت أنا وياك وين على النهايات المثلثية طلعوا يا جماعة الخير ركز هسه أنا وين فتت 17 اللي هو الخميس صح؟ هسه الخميس يا جماعة الخميس بحضر الجزء الأول والثاني من التأسيس من التأسيس تخيلوا تأسيس بهمني في المثلثة وهذا الدرس يا جماعة اللي مفتوح لكل المملكة فالكل بيقدر يحضروا هذا متى يا جماعة؟ الخميس 17 هسه يوم الجمعة هاي واحد اثنين ثلاث هدول الجمعة 18 عشرة يزا مسح الصبح مسح الصبح فجريات يزا مو ينجز وكتا يا رجل هسه باجي السبت اللي هو 9 عشرة بخليه اوف ليه يا جماعة الخير؟ بيجي الطلاب يوم الأحد اللي هو 10 عشرة بدرس السادس والسابع ثلما يا جماعة الاثنين اللي هو 11 عشرة بدرس يا جماعة الثامن والتاسع هسه بيضل عندك يا جماعة 10 11 12 هسه الثلاثاء لو انت درست يا جماعة بـ 12 عشرة اللي هو الجزئين العاشر والإحداش العاشر والإحداش ويوم الأربعاء اللي هو 13 عشرة درست يا جماعة مين الـ 12 والـ 13 اعتقد رح اوصل 13 في المثلث معي الإضافي طب دقيقة أنا واصل هون يا جماعة الخير إيش 13 هسه سؤالك للترند حيكون طب الطلاب وين حتكون واصلة أنا هون أعطيتك لمين للمثلثي صح الطلاب يا جماعة رح تكون خاتمة وحدة أولى مظبوط ورح تلاقيهم في أول درس وثاني درس من مين من الوحدة الثانية هسه طلعوا يا جماعة الخير شايفين هذا الجدول هاي 13 عشرة إجي طالب مسك أيام السبتات وعصر حالة مش بجيني طلاب أمرات بتحمس وبقول لأستاذ أنا مستعد أدرو 7-8 أجزاء بقول لي يا أستاذي روق أنا ما بدي إياك تشلفق ما بدي إياك تلتحق عادي امشي وإني هون ما عندي أي مشكلة يا رجل عادي جدا طالب بقول لي انت ليش حطيت لجزئين باليوم حط لي ثلاث أجزاء بس مش حط لي جزء ما بزبط أحط لك جزء بس إجيت أنت يا جماعة قلصت هاي الفترة أنت قررت إنه هاي الفترة تكون يا جماعة الخير أقل أنا ما عندي مشكلة قررت أنك تدرس كل يوم ثلاث أجزاء ما عندي مشكلة قررت أنه السبت ما بدك يياقف برضو ما عندي أي مشكلة معاك أبدا حس يا جماعة بيجي طالب بقول لي طيب بقول له اسمع صلي على الرسول بقول لي عليه الصلاة والسلام بقول له معك معك لعشرة عشرة اللي هو عشرة عشرة لثلتاش عشرة هون رح أرد يا جماعة أنزل لك جدول كيف تمشي باللي ضل بعرف أنه بضل عليك الاتصال وفات في الوحدة الثانية مزبوط ولا لا فبقول لي الطالب صح إنجز هدول حتى نهاية المثلثة إنجز هدول حتى نهاية المثلثة يا جماعة الخير والله العظيم لأبسطك سعادة فوق ما تتخيل أقول لك ليش هسا بيجي الطالب يا جماعة الخير يوم مين هاي أنا عندي 13 عشرة هاي 13 عشرة اللي هو يوم الأربعة هسا عندك الخميس اللي هو 14 عشرة وعندك الجمعة اللي هو 15 عشرة هسا طلع يا جماعة مش أنا هون عندي جزئين فبقول لي الطالب آه وهون عندي يا جماعة الخير مين ثلاث أجزاء مزبوط هون راح خليك تنهي الاتصال الاتصال موضوع الاتصال عن النقطة طبعا مش النقطة وفترة موضوع يا جماعة بسيط ولا يتعدى شرحه يا جماعة الثلاث أجزاء سهل لأنه تطبيق اللي قبل هسا يا جماعة لما توصل هون اتذكروا انه الموعد اللي بيني وبينكم طلابي بيني وبينكم الموعد اللي بيني وبينكم هو 15 عشرة فسديروا بالكم هون راح ينزل جدول جديد جدول لمين يمسك الطلاب يقولوا تعال تذكر لما أطلقنا جدول أنا وياك بشهر 9 بنص 9 هينوصلنا نص عشرة وأنجزنا الوحدة الأولى طيب تمام يلا أستاذي شو بدك تعمل فينا كيف نكمل كيف ننكمل تفاضل ونكمل اللي ظل علينا سيبهم علي أنا ما عندي مشكلة هسا هذا يا جماعة بالنسبة لمين لطالب ما بدأ أصلا الطلاب اللي هيني بطلق على بركة الله باكيجات يا جماعة لأستاذ سامر موجودة في كل مكتبات المملكة تم طبع يا جماعة باكيجات جديدة لكن هالمرة يا جماعة عن طريق التشارك مع كل مكتباتي وشركائي يا جماعة في كل مكتبات المملكة من الشمال إلى أقصى الجنوب بتروحوا بتطلبوا الباكيج موجود بسعر خمسين يا جماعة اللي هو بتأخذ البطاقة وبتأخذ الدوسية وبتأخذ البوستر تبع فوج الإبداع وبتأخذ المكتبات وبتأخذ الهايلايتر والمقلمة يعني يا جماعة من باب إيش هدايا بسيطة إنك تتحمس وتبدأ في المادة معناته خمستاش عشرة بدك تكون واصل وين واصل مكان قلتلك طب أنا بديش أوصل هون أنا بدي أنجز إشي معين طب أستاذي افرض أنا واصل معكم بس لسه مش مبلش بالمثلثة طب مش عامل هيك طب مش مسوي هيك أستاذي هون إنت بتسير تتحكم بالجدول تبعك بطلق أنا بخمستاش عشرة جدول كيف يكمل أنا بحكي لك عطالب لا بدو يتحمس ولا بدو يشي بدي يعمل زي ما أنا قلت له الجزئين كل يوم والجمعة ثلاث أجزاء والسبت أوف حتى يرتاح ويتبت أفكاره إلى أخير بس ما عقول سبنا هيك طيب أستاذ شغلة أخيرة بدي أسألك عنها بقول له تفضل أستاذ أنت أطلقت حصص مراجعة كل يوم سبت صح بقول له صح هستطلع يا قلب على قناتي على اليوتيوب ركز هست بس النقطة الأهم الأخيرة على قناتي على اليوتيوب أطلقنا يا جماعة سلسلة حصص اسمها سلسلة سبت الإنجاز تمام أطلقنا سلسلة سبت الإنجاز سلسلة سبت الإنجاز كانت كالتالي حصة رقم واحد أطلقت وخلصت موجودة على اليوتيوب أكتب سام الرشاد قناتي الأستاذ سام الرشاد أكتب سلسلة سبت الإنجاز بيطلع لك سلسلة سبت الإنجاز حصة واحد سلسلة سبت الإنجاز حصة اثنين فبيجي الطالب بيسأل طب أستاذ أحضرهم طب متى أحضرهم طب أستاذ ما أنا لسه مبلش طب أحضر وأنا لسه مش مخاتم طلع حصة واحد وحصة اثنين متى بتحضرهم بتحضرهم كمراجعة لما تخلص أول تلت دروس ضروريات جدا مهمات جدا جدا معناته ما تحضرون هنا بعدك في الدرس الأول في الدرس الثاني ما تحضرون الآن يحضرهم يا جماعة الخير ايش لما تخلص أول تلت دروس الرسم والنظريات والنهايات الكسرية مش انت السبتات اوف بتنقيلك سبت وتحضر الحصتين مع بعض هم رح يكونوا كمراجع لأنهم فيهم أفكار وتغذي وبرجعو لك وبيشملو لك كل الأفكار اللي انت بتتخيلها فيا جماعة أكثر من هيك تفصيل اني أفوت لك جوا المادة اني أورجيك جدول اني أطلق فاكيجات في التشارط مع كل مكتبات المملك حتى الطلاب تبدأ من أول وجديد وأستاذي وهو أحد يقول لك انك متأخر وصلني 15 عشرة وانت مخلص لآخر الاتصال عنده نقطة تخيل هذا تحدي معك وأقسم بالله اني معطيك فترة كافية استغل انجز تردش عسامر خلي إنجازك أكبر استغل أيام السبت ما انت قلني اللي اوف بس أنا بدي يا زربي بديك تحمى شوي بديك تبدل مجهود عادي يا جماعة آه في ناس بلشت شار 8 و 7 بس عادي هذا لا يعني اني ما أبلش دائما بقدر أبلش تمام توصني ب 15 عشرة وحنزل لك جدول كمان مرة تعالوا يلا للي وصل عند نهاية الاتصال عند نقطة إذا ملخص جدولنا كامل هو يا جماعة تحدي تحدي إنه نكون 15 10 امخلصين يا جماعة الخير ما يسمى الاتصال عند النقطة نكون امخلصين الاتصال عند نقطة أنا ب 15 عشرة بعرف كيف أطلق لك كمان جدول اتكمل على أساسه وين إذا متى لقاءنا حيكون ب 15 عشرة انهيني لآخر اللي اتصال عن النقطة أنهيتهم في هاي الفترة بغطت حالك وزعت جدولك رديت عليه باللي أنا حكيت لك يا رح تمشي أمورك طيبة وعرفت ثاني نقطة هي أول نقطة ثاني نقطة يا جماعة اللي هو سلسلة سبت الإنجاز اللي هم الحصص اللي لازم تحضرهم أنت مطالب بين هون ل 15 عشرة بديك تحضر بس حصتين الأولى والثاني رح تكون الثاني نازلة تماما اللي هو لما تخلص ثلثة دروس قبل ما تفوت بالمثلثة بتختار سبت أنت عطل فيه بتفوت عقناتي على اليوتيوب بتكتب سلسلة سبت الإنجاز وبتحضر حصة واحد واثنين النقطة الأخيرة يا جماعة الثالثة ما تنسوا يا جماعة package سامر صار موجود في كل مكتبات المملكة إن شاء الله هذا الأسبوع بيكون موجود هذا إطلاق اللي جماعة لحملة بدء المدارس لأنه في طلاب كثير جماعة سالت على package'ات بتروع على أقرب مكتبة موجودة عندك النقاط هايو فيه نقاط بيع وتدفوق تمام في الموقع بتشوف أقرب مكتبة إليك في المحافظة وبتبدأ خلاصة الموضوع إنه ممكن أحط لك مئة جدول ومليون جدول لكن تذكر نصايحتي مهمة جدا إليك إياك عشان لازم تخلص إنك تشلفك إياك إنك تقارن إنجازك بغيرك فثق في نفسك وكون على طريق إنجازك أنت وحدك ثلاثة لا يعني إنه طالب ختم في هذا التاريخ إنه طالب يختم في التاريخ نفسه الطلب الأخير الباكيجات موجودة في كل المكتبات يا جماعة الخير بسعر خمسين دينار الطلب الأخير خبروا بالله عليكم أي طلاب عندكم في المدارس شباب بنا لسه بدهم يبلشوا يا جماعة منشنوهم على هذا الجدول بنطلقوا بجيبوا الباكيج من المكتبة وشو بيسوي يا جماعة بيبدوا من أول وجديد معنا ربي سدد خطاكم ما يضيعي لكم تعب وسنبدأ دائما يا جماعة من لا شيء حتى تكونوا دائما كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة